لا يزال تضفق المساعدات على قطاع غزة رغم التدقيق والفحص والتعنت من قبل قوات الجيش الأسرائيلية على معبر كرم أبو سالم والمزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعرقيل التي تمرسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعنا عليها زميل باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصري إليك تحياتي إليكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء حيث نتابع آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية فيما يخص الحرب على قطاع غزة ففي يومنا هذا يوم رقم 337 لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء المدنيين في قطاع غزة المنكوب منذ ما يقرب الآن من قرابة الأحد عشر شهرا آخر المستجدات أنه بالأمس كانت هناك زيارة لسفير دولة ألمانيا بجمهورية مصر العربية إلى معبر رفحة ومعه وفد من برنامج الغذاء العالمي وبصحبتهم كان محافظ شمال سيناء في زيارة تفقدية للوقوف على آخر المستجدات وحركة عبور الشاحنات إلى قطاع غزة ومن قبله كانت هناك زيارة لمدينة العريش لمخازن الهلال الأحمر للوقوف على طريقة تخزين الأدوية في مخازن الهلال الأحمر وأيضاً توفر اللقاحات والأدوية المختلفة التي سوف تنقل إلى الأشقاء في قطاع غزة وأيضاً كان هناك عبور نحو ستين شاحنة من الشاحنات الغذائية والمحملة بالأدوية مرت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونحو عشر حاويات وقود وغازة مرت أيضاً إلى قطاع غزة وتم إرجاع نحو إحدى وثلاثين شاحنة مرة أخرى محملة بنفس حمولتها من الأغذية من قطاع غزة أمام ناظر وأعين العالم جميعاً وكان الوفد الألماني يترأس السفير الألماني ووفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موجود وسأل السائقين بنفسه عن سبب الرجوع الذي تبين أنه رجوع بدون أي أسباب ويأتي هذا الإجراء الشبه معتاد ضمن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي بسم أبو العينين من مدينة العريش شمال سيناء التلفزيون المصري